اشتركوا في القناة رائد بهبهاني استشاري امراض وجراحة العيون شكرا بالخير شكرا بالخير والرائد يعطيك الف عافية حيا كله حيا كله امراض العيون على قولتهم امراض جدا شائعة خصوصا في الفترة هذه احنا ندري ان كثير من امراض العيون يكون سببها عصب العين او خلل في اي من مكونات العين كبداية امانة انا ودي اطرح سؤال وردني من احد المشاهدي الكرام عن طريق موقع التواصل اجتماعي اتوتر انه هو يعاني من مرض تصلب الاعصاب المتكررة او الام اس شنو علاقة الام اس مع العيون او مع عصب العين يعني هو مرض الام اس او التصلب المتعدد يسمونه نعم غالبا ما يأثر على الجهاز العصبي نعم والعين بشكل عام لدرجة ان احنا كثير من الاحيان نشخص المرض عن طريق العين فالمريض يأتي بشكوة معينة قد تكون مثلا انخفاض بالرؤية قد تكون خلل بالرؤية ازدواجية بالرؤية ومن خلالها نشخص المرض يعني طبعا بعد عمل الاشعات والفكوصات فتشخيص يعني التأثير على العين مهم جدا في مرض الام اس كتشخيص وكمتابعة ايضا للحالة نعم شنو هي الاعراض اللي عادة ما يعاني منها المرضى اللي يشتكون من الشغلة هذه يعني شنو الشغلة اللي لازم انا من الاحظها اقول اه اوكي انا اليوم لازم اراحبه طبيعة مرض الام اس هو حدوث انتكاسات يعني تحدث هجمات للمريض فاحد الانتكاسات قد تكون تأثير على العين قد يكون مثلا انخفاض مفاجئ بالرؤية سببه اتهاب في عصب العين نعم احيانا يكون ازدواجية بالرؤية سببها اختلال في الاعصاب الدماغية او الحركية للعين احيانا يكون عدم انتزان احيانا يكون عدم وضوح او اهتزاز بالرؤية بشكل عام هذه يعني الاعراض الاكثر شيوعا بالنسبة للعين يعني نقول حوالي عشرين الى ثلاثين بالمئة من مرضى التصلب المتعدد يبتدي في عرض بالعين نعم ومن خلالها نقدر نشخص المرض نعم يعني من خلال الشكوى اللي عادة ما تبدي في عصب العين او في العين او في النظر من خلالها تقدرون تشخص مرضى الام اس احد الاشياء او احد نقول اساليب تشخيص مرضى الام اس اللي هو قياس السرعة في عصب العين الفحص هذا شنو اهميته هو هذا اللي يسمونه القياس السرعة او بالانجليز يسمونه ال VEP هو تقريبا يعني نقول قياس قدرة العصب العين على توصيل الاشارة العصبية فهو عادة في مرضى الام اس يكون في خلل ويكون في بطق في نقل الاشارة العصبية طبعا هذا الفحص حاليا يعني نقول قل استخدامه لانه في طرق حديثة ظهرت اكثر لتصوير العين عندنا التصوير الطبقي لقاع العين من خلال ان نقدر نقيس سمك العصب سمك شبكية العين هذه الاشياء تحد لنا درجة تأثير العين من خلال الانتكاسات او حتى عن طريق المتابعة مثلا ان نراقب سمك العين او سمك شبكية العين نعم ومن خلالها تقدرون توصلون الى مثلا تشخيص او الى مساعدة في تشخيص المرض فاذا يمكن اعزائي المشاهدين لاحظتوا ان مسألة العين او عصب العين مو بس تختص في مسألة النظر لا من خلالها نقدر نشخص بعض الامراض دعنا ننتقل الى موضوع ثاني اللي هي ارتخاء الجفن كثير من الاوقات نشوف بعض الحالات مثلا الجفن على الناحية اليمين او الناحية الشمال اكثر ارتخاء من الناحية الثانية شنو اسباب المرض هذا او شنو تعريف او شيء ارتخاء الجفن او انسدال الجفن يسمونه او بالانجليز يسمونه توصل اهه قد لا عدة اسباب مثلا ممكن يكون نتيجه يكون شيء خلقي اهه يمكن بعض صورة ارتخاء الجفن أحيانا يكون شيء خلقي بالأطفال يكون نتيجة ضعف في عضلة يعني هذه مثلا لا هذه مثلا هذه الصورة اللي بعدها يكون سببه ضعف في عضلة العضلة الرافعة للجفن وهذا بالأطفال طبعا مهم جدا لأن من خلالها نقدر أنه مثلا ممكن أن يسبب أحيانا كسل في العين حجب للرؤية وضروري تشخيص المرض وتصليح الخفاظ في الجفن معناته ارتخاء الجفن يبدأ بسن جدا مبكر في بعض الأحيان نعم بالنسبة للأطفال بس أيضا ممكن يحدث في الكبار لأسباب أخرى ممكن يكون نتيجة مثلا ترهل في عضلة الجفن في الكبار الكبار السنين ممكن يكون نتيجة أمراض عصبية مثلا تؤثر على عصب العين أو على العصاب التي تغذي الجفن أو عصاب العين لطيف شنو هي الأسباب التي تؤدي إلى ارتخاء الجفن في مراحل متأخرة نحن قلنا من الولادة هذه الشغلة تكون مثلا عيب خلقي أو موجودة من الولادة إذا تكلمنا عن المراحل الثانية يعني هل هذه حالة ارتخاء الجفن؟ لا هذه حالة أنا هني بدأ إذا أنت تتكلم عن أمراض الجفن خلنا نعلق على الصورة هذه أمراض الجفن بشكل عام يعني هي أمراض الجفن من الأمراض الشائعة هذه الصورة مثلا يسمونها التهاب الجفن المزمن وبالإنجليز يسمونها بلافرايتس يعني هذه أحد الأمراض الشائعة سببها انسداد في الغدد الدهنية اللي موجودة في طرف الجفن وينتج عندنا تكون مثل ما تشوف بالصورة طبقة قشرية واحتقان في الجفن فهذا أحد الأمراض الشائعة بالجفن هذا مرحلة أخرى هذا بالشائعة عندنا يسمونها جليجة جليجة صحبه الغدار أو الإنجليز يسمونها الشليزين وهذا أيضا ناتج عن انسداد في الغدد الدهنية وكذلك احتقان يؤدي إلى التهاب أحيانا نحتاج أن نعمل تدخل جراحي لتنظيف الجفن نلاحظ في الحالات هذه أن تتكرر يعني مثلا تظهر لفترة معينة خل نقول الدملة هذه أو التجمع هذا من الخراج ينبط مثلا يطلع الخراج ولكن بعد فترة من الزمن نلاحظ أن نفس المرض أو نفس العراض هذه تتكرر نعم لأن الشخص أصلا يكون عنده هذه القابلية تكون مثلا إفرازات الغدد الدهنية سميكة نوعا ما فهنا موضوع عناية الجفن تنظيف الجفن باستمرار استخدام مثلا الكمادات الدافية بعض المراهم ممكن أن يخفف يعني يقلل نسبة حدوث تكرار الموضوع لطيف لطيف إذا نتكلم عن الأمراض التي تصيب الجفن بشكل عام نحن ذكرنا مسألة الالتهاب التي هي التجمعات الخراجية مسألة ارتخاء الجفن شنو في أمراض ثانية قد تصيب الجفن عندنا مثلا أمراض في بعض الأمراض التي تسبب مثلا ارتخاء الجفن في بعض الصور ما دري إذا فيك في الكبار مثلا قد يحدث ارتخاء في الجفن فيسبب أن الجفن يصير نوعا ما ينقلب إلى الخارج نعم فهذا يسمونه اكتروبيون بالإنجليزي وأحيانا يصير العكس يصير ينقلب إلى الداخل فهذا يؤدي إلى أن مثلا الرموش تجرح القرنية العين وهذا هنا عادة يحتاج تدخل جراحي لعلاجه في مثلا عندنا أمراض الحساسية قد تحدث بالجفن نتيجة استخدام المكياج أو الكوزماتيك أو حتى العطور والأشياء الأخرى في عندنا مثلا أمراض اللي هي مثلا تشنجات الجفن اللي هي في الحقيقة مرض عصبي المريض يسير عنده نوع من التشنج بحيث أنه ما يقدر يفتح العين وغالبا ما يتأخر تشخيص الحالة هذه يفترض أنه مثلا هذه مشكلة في العين مشكلة في القرنية بعد الكشف يتبين أن هذا في الحقيقة حالة عصبية وتعالج حقا البوتوكس أنا أول مرة أدري أن الجفن فيها الكثير من الأمراض أمانة إذن تكلمنا عن شغلة مهمة أنت ذكرتها دكتور رائد بهبهاني استشاري أمراض وجراحة العيون ذكرت مسئلة العناية بالجفن يعني أنت قلت أحد الأشياء وأحد المسببات للالتهابات هذه أو للأمراض هذه هي مسألة استخدام المكياج أو المستحضرات التجميل الكوزموتك والأمور هذه إذن تكلمنا عن كيفية العناية بالجفن شنو هي النصائح اللي عادة ما تحب تعطيها أنت للمرضى يعني هو الجفن بشكل عام طبقة الجلدية بالجفن رغيقة جدا تعتبر من أرق طبقات الجلد في الجسم فأنا بشكل عام ننصح بلبس نظارة شمسية ودائما أنصح الناس اشتر أكبر حجم نظارة شمسية لأنك أنت مو قاعد تحمي العين أنت أيضا قاعد تحمي الجفن هذا كذلك مهم جدا لمثلا للناس اللي يشتكون من تجاعيد الجفن لأن هذا عادة لا علاقة بالأشعة الفوق بنفسجية والضرر اللي يحصل على الجلد بالأشعة الفوق بنفسجية موضوع اللي هو مثلا تنظيف الجفن في الناس اللي عندهم التهابات الجفن المتكررة ممكن باستخدام الكمادات أحيانا مثلا كمادات مايدافي مايدافي مثلا أو أحيانا حتى مثلا الشامبوم على الأطفال اللي هو ممكن يخلط مع الماء باعتبار أنه ما يسبب تدمير صحيح تنظيف الجفن في أحيانا في بعض المستحضرات الخاصة أيضا لتنظيف الجفن وأكيد هذا كله في سبيل محافظة على الجفن أنا أمانة شفت صورة وايد مادر انترستنج يمكن حطها المخرج توله تردون تحطون لها شاب اللي هو قبل وبعد العمليات هذه شنو يعني هذا أيضا أحد المشاكل للجفن هي عمليات تعتبر عمليات تجميلية هي مثلا ترهل الجفن وهبط الجفن فلاحظ مثلا هذه المريضة مثلا عندها زيادة في الجلد أو ترهل في الجفن فهذه أيضا أحد المشاكل الشائعة نقول مشاكل تجميلية جانب تجميلي بالنسبة للجفن والصورة تبين المريضة هذه مثلا عندها العكس عندها أكياس دهنية في الجفن الأسفل وعندها مثلا ترهل في الجفن هذه الصورة المنطقة التي هي أسفل العين أيها الجفن فهذه عادة تكون عملية شد الجفن بعد استعصال بعض الأكياس الدهنية هذه تعتبر عمليات تجميلية دكتور راد أكثر من يعني طبعا يغلب عليها الجانب التجميلي بس أحيانا مثلا يصاحبها انسدال في الجفن صحيح حبوط في الجفن فهذا أيضا جانب وظيفي وليس جانب تجميلي بحيان نعم يأثر على وظيفة العين وعلى مسألة طبيعي يعني المريض أنه يحاول يفتح عينه يستخدم الحاجب لرفع العين فيحس بالإجهاد أو بالتعب من الموضوع هذا طيب لطيف يمكن مسألة أهمية الجفن في مسألة النظر هذه شغلة وايد مهمة خلنا شوي يعني قلت من التجه للعين يعني خلصنا مسألة الجفن والعصب إذا تكلمنا عن أمراض العيون شنو هي أكثر الأمراض شيوعا اللي تشوفونها أنت بالعيادة سواء أو بالمستشفى يعني هو نقول أمراض مثلنا أمراض جفاف العين مثلا أمراض التي تكلمنا عنها التهابات الجفون الماء الأبيض الأمراض القلوكومة وارتفاع ضغط العين أمراض الشبكية عندنا الأمراض الشبكية الناتجة عن داء السكري مثلا أو مرض السكر بشكل عام هذه يعني أغلب المشاكل اللي شنو هي الأمراض التي تصيب مريض السكر لها علاقة بالعين نحن ندري أن الكويت أحد الدول عدد مرض السكر فيها جدا مرتفع تعتبر تارثة على مستوى العالم تقريبا إذا تكلمنا عن الأمراض اللي عادة ما تصيب العين نتيجة السكر أو عدم انتظام السكر في جسم الإنسان يعني هو السكر يأثر على الجسم بشكل عام ويأثر على أعضاء عديدة ويأثر على العين ويأثر على أجزاء مختلفة من العين فمثلا يأثر على قرنية العين بحيث إذا صار الجرح أو صار التهاب أن يصير في بطء في عملية التعام الجرح أو التشار أكثر ما يأثر طبعا هو على موضوع شبكية العين ويسبب الاعتلال الشبكية السكر ينسميه فيحدث نزيف في الشبكية يحدث تسربات دهنية يحدث ترشح في شبكية العين يحدث تكون أوعية دموية هذه الأوعية الدموية قد تسبب تليفات تسبب انفصال في الشبكية فطبعا دور الوقاية مهم جدا ما هي أهم خطوات الوقاية هذه يعني كمريض سكر مثلا ما هي الشيء اللي لازم أسوي أنا بشكل دوري بحيث أني ما أوصل لما حدث لا أسمح الله فقدان البصر في يوم اليوم يعني نحن دائما المريض السكر ننصح لشخص حديثا بمرض السكر أنه يعمل فحص قالعين وأنه يكرر الفحص هذا بشكل نقول على الأقل سنوي فحص لقاء العين نحن في بعض مثلا مراكز الرعاية الأولية تعمل تصوير لقاء العين وثما تبعث الصور هذه إلى المتخصص أو في خصائي أمراض السكر أو الدايبيتولوجيس اللي هو ممكن يشوف الصور وإذا في أي مشكلة أنه يقوم بتحويل المريض إلى الطبيب المتخصص نطيف وهذا كله أكيد الهدف منه أن يمنع تطور لا سمح الله تأثير السكر على شبكية العين إذا ينا تكلمنا عن جانب وايد مهم في مسألة الجفاف نحن داشينا على موسم الصيف ندري أن خلال موسم الصيف فيه أمراض أو فيه عوامل تأثر على العين نفسها ذكرت حضرتك الجفاف شون أهمية الجفاف وشون أتجنبه هو الجفاف يعني أحيانا يكون نتيجة نقص في إفراز الدموع بس مو دائما هذا السبب إحنا عندنا القرانية عليها طبقة دمعية وهذه الطبقة الدمعية مكونة من طبقة مخاطية وطبقة مائية وطبقة دمعية نطيف فإذا صار في أي اختلال في هذه الطبقات ينتج الجفاف فمثلا عندنا مثلا اللي يعانون من الالتهابات الجفون يصير فيه عندهم خلل في إفراز الطبقة الدهنية هذه هذا يؤدي إلى أن طبقة الدموع هذه اللي على الغرنية تكون غير متزنة يعني وهذا يؤدي إلى جفاف في الأشخاص الكبار سنة عادة يكون فيه نقص في إفراز الدموع فيه نظريات تقول أنه فيه التهابات في الغدة الدمعية يعني تؤدي إلى أنه يصير نقص في إفراز الدموع فهنا العلاج يكون بالتدرج في البداية طبعا أبسط شيء هو موضوع استخدام القطرات المرتبة وعادة أنا أنصح المرضى يستخدمون القطرات اللي ما تحتوي على مواد حافظة علشان لا تسبب حساسية لأن هذا أحد أسباب حساسية العين فيه قطرات مضادة للالتهاب باعتبار أن الالتهاب الغدة الدمعية قد يكون أحد الأسباب في الحالات اللي هي طبعا متطورة متقدمة أحيانا نضطر أنه مثلا نسكر المجرى الدمعي باستخدام نسميهم بلغز بالإنجليزي أو السدادات بشكل مؤقت أو دائم طبعا في حالات متطورة جدا تحتاج تدخل جراحي تحتاج عمليات الجفن بس هذا عادة يكون للحالات اللي هي متقدمة نعم وأكيد كل هذا الهدف منه أن يمنع الجفاف عن العين وأكيد مضاعفات الجفاف هذه عن العين أعزائي لازلنا معاكم والجزء الثاني من البرنامج والدكتور رائد بهبهاني استشاري أمراض وجراحة العيون رح نتكلم بعد شوية عن مجمل عمليات التجميل اللي نسويها دائر مدار العين أو في العين نفسها شنو الهدف منها؟ شنو هي عمليات التجميل هذه؟ خلكم معانا ولازلنا مع ضيفنا ولكن بعد الفاصل هذا الجدا بسيط راجعي لكم بإذن الله تعالى خلكم معانا اشتركوا في القناة